ووجه الرئيس جماعة الأزهر الشريف الأسبق الدكتور أحمد عمر هاشم الشكرى للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف وأكد عمر هاشم أن الرئيس السيسي قدم لمصر منذ ثوليه الرئاسة إنجازات لم تحدث من قبل وأن الدولة تضع العلماء في مكانة غير مسبوقة نتوجه بالشكر إلى قائد مسيرتنا ورئيس جمهوريتنا الذي قدم لمصر في هذه الفترة إنجازات لم تحدث من قبل فرعاه الله وزاده توفيقاً على توفيق ونحن السعداء ونحن نتمع به وبكم في هذا اليوم المشهود احتفاءً بذكرى صاحب المقام المحمود والحوض المورود وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي منَّ الله به علينا منَّ الله به فكانت نعمته فاقت سائر النعم لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم وبيَّن ذلك أنه قبل خلق آدم وقبل خلق الخلق يقول كنت نبياً وما كنت خاتم النبيين وآدم من جدل في طنته وبعد أن وجد الرسل أخذ العهد والمساق عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وبيَّن رفعة مكانته وقال ورفعنا لك ذكرك ونزل جبريل وقال أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك قال الله أعلم قال ربك يقول لا أذكر إلا ذكرت معي ترجمة نانسي قنقر